موسيقى من هو بلاطوس اللي وقف أمامه الرب يسوع المسيح ليحاكم طبعا هذه البلاد كان بيحكمها هيرودوس الكبير وبعد موته اتقسمت إلى تلات أقسام على أولاده التلاتي اللي كان بيحكم منطقة اليهودية وإيدوميا ابنه أرخلاوس اللي كان شرس فز وكان ظالم وقاتل أيضا إلى درجة أن الحكومة الرومانية أقالت أرخلاوس بعدها ابتدى ييجي الحكام الرومان أو الولاء الرومانيون كان طبعا الكرسي أو مكان الحكم هو قسارية مراتيمة اللي على البحر الأبيض المتوسط لكن كان بيجي في فترة الأعياد وعلى الأرجح أو على الأقل مرة في السنة في عيد الفصح طبعا الوالي الروماني هو شخص بيكون عنده دراية في الأمور المدنية والعسكرية والإدارية حتى مش بس بيجمع الضرائب لكن قائد على الكتائب العسكرية اللي كانت تيجي معاه من كساريا إلى قلعة أنطونيا بيلاتوس البونتي طبعا كان شخص أيضا محنك سياسيا لكن عمل عدة أخطاء مما سبب غضب اليهود عليه بيلاتوس البونتي طبعا كان عنده القوة العسكرية لكن مثل ما ذكرت كمان عنده الأخطاء ابتدأ أولا عندما جاء طبعا برفع الريات الرومانية مع النسر الروماني مما سبب غضب عارم من رؤساء اليهود إلى درجة راحوا لكساريا وعملوا إضراب وحتجوا وهددهم بالقتل لكنهم ناموا على الأرض وقالوا نحن مستعدين أن نموت أخيرا اتراجع والمرة الثانية لما طبعا كان عنده بعض المنشآت العمرانية عاوز يجيب المي إلى أورشالين كانت لمصلحة الجميع فأراد أنه يأخذ الفلوس اللي كانوا بيجمعوها في منطقة الهيكل ولما احتجوا كان الجنود الرومان متخفين وطبعا قتلوا كثير من اليهود اللي بيذكر هذه الحادثة البشير لوقة في إصحاح 13 اليهود اللي خلط ذبائحهم بدمهم فطبعا هذا سبب يعني أكتر ارتباك لأنه كانت المعلومات تصل لروما ومرة تالتة لما حطت الدروع اللي عليها طبعا صور لقيصر تي باريوس واحتجوا جدا واعترضوا للإمبراطور الروماني وطبعا أخيرا في منطقة السامرة كان في بعثة وهناك فكر أو ظن أنه في مؤامرة ضده فذبح السامريين اللي هنا كانوا يعتبروا موالين للحاكم الروماني وقف أمامه الرب يسوع المسيح مع أنه رغم كل حنكته السياسية كان بيدرك أنه المسيح بريء وحاول يبرئ يسوع عدة مرات لكن ضغطوا على اليهود أخيرا قالوا أن يعني إن فعلت هذا الشيء فأنت لست محبا لقيصر لأنه الأحداث السابقة ما فعل طبعا كان يحافظ على مكانته وعلى الكرسي بتاعه فلما وصل إلى وضع يعني ما فيش أي حيلة أخرى اضطر أنه يرضخ ويسمع لليهود وأخيرا حكم على يسوع المسيح لكن بعد فترة هو نفسه دفع الثمن أن الحكومة الرومانية أقالته وفي رجوعه إلى منطقة فرنسا مات بلاطوس ولا نعرف الكثير عن بلاطوس إلى ما شيء مكتوب لكن على الأرجح يقال أنه انتحر وأن زوجته آمنت وأصبحت مؤمنة مسيحية بالرب يسوع ترجمة نانسي قنقر